اشتركوا في القناة عندما نتكلم عن العمل الخيري أيضا كان له رموز عمالقة خاصة في منطقة الخليج كتابنا اليوم سوف يتكلم عن سيرة عملاق ورمز من رموز العمل الخيري في دول الخليج خلونا نروح ونشوف هذا الرمز وهذا القمة من قمم العمل الخيري في منطقتنا وفي دول الخليج العربي كتابنا اليوم مميز جدا خاصة لأبناء الخليج لأن الشخصية التي سوف نتكلم عنها تعتبر هي أبو العمل الخيري في الخليج وفي القارة السمراء أفريقيا يقول صاحب هذه السيرة أجد طعم السعادة حينما أرى شابا قد تعلم وتسلم منصبا راقيا والتزم بالقيم العليا وأتذكر كيف كان عندما انتشلناه من الفقر والجوع والمرض الدكتور عبد الرحمن الصميت عليه رحمة الله الدكتور عبد الرحمن بن حمود الصميت الذي تقريبا ولد في أواخر منتصف القرن الماضي تقريبا 1948-47 وفي دولة الكويت وطبعا لما تخرج من الثانوية كان عنده منحتين إما أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطب أو يذهب إلى القاهرة أيضا لدراسة الطب فلما ذهب إلى مقر الإبتعاث سمع بعض المبتعثين يتكلمون عن جامعة بغداد وأنها صعبة وأنه يستحيل التخرج منها يعني يصعب التخرج منها وكان رجل يعني شاطر متفوق دراسيا وكان يحب التحدي فلما سمع أن هناك جامعة في بغداد يصعب التخرج منها قرر أن يذهب إلى العراق ويدرس في بغداد ويتخرج هناك في الطب الجراحة بعد أن تخرج من بغداد رجع إلى الكويت وأيضا أخذ منحة أخرى في بريطانيا أعتقد في مدينة ليفربول ودرس هناك أيضا دبلوم عالي في الطب ثم بعد ذلك عاد إلى الكويت ثم ذهب إلى كندا ودرس أيضا هناك أيضا كان خلال دراسته يقوم بالأعمال الخيرية ويقوم أيضا بتوزيع الكتيبات ويعمل على نشر الدين الإسلامي عبد الرحمن الصميت تأثر بالقارة السمراء وأعجب بالعمل الخيري في هذه القارة قرر أن يبذل حياته وأمواله ويذهب إلى القارة السمراء مع أنه من أسرى غنية كان يستطيع أن يتبوأ أعلى المناصب في المجال الطبي خاص في دولة الكويت إلا أنه قرر فعلا أن يكون داعية للإسلام وللعمل الخيري فأسس جمعية العون المباشر الجمعية التي كان يديرها الدكتور عبد الرحمن الصميت والتي كان لها فروع في معظم الدول الأفريقية الفقيرة خلونا نراويكم غلاف الكتاب طبعا هذا هو الدكتور عبد الرحمن الصميت هذا من أحدث الكتب التي ألفت في سيرته طبعا هذه الطبعة الثانية سنة 2016 عبد الرحمن بن حمود الصميت خلونا نقول لكم قصة من القصص الرائعة التي ذكرت للدكتور عبد الرحمن الصميت وهي قصة قبائل الأنتيمور قصة الدكتور مع هذه القبائل تعد واحدة من أروع القصص في سيرته المليئة بأسمى معاني التضحية والقيم الإنسانية الرفيعة زين تجسد هذه القصة جانبا رائعا من شخصية الرجل شخصية قوية ويتحدى الصعاب زين هذا الرجل العظيم الذي ظهر في أفريقيا كعمود من النور لا يأبه بالتحديات ولا بالظروف المحيطة به أبدا وكيف أنه بذل حياته في حياته جهودا هائلة ومضنية حتى يقف أمام هذا الصرح اللامتناهي من العطاء كيف أنه كان يرتكز على إرادة قوية تحيل كل المصائب والتحديات إلى فرص ثمينة تمهيدا أو تمهد أمامه آفاقا لا نهاية لها من ضروب الإنجازات العظيمة منذ أن قدم الدكتور عبد الرحمن الصميت إلى أفريقيا مضى يوسع نشاطاته في كل مكان حيث قام بفتح مكاتب لجمعية العون المباشر في أرجاء أفريقيا السمراء في أثناء زيارته سنة 1994 إلى جزيرة تسمى مدقشقر نمى إلى علمه بأن هناك قرية نائية جدا اسمها مكة قرية نائية في مدقشقر اسمها مكة يصعب الوصول إليها يعني يصعب الوصول إليها صعب صعب جدا فقرر حينئذ أن يقوم بزيارة هذه القرية فحاول العاملون في مكتب جمعية العون المباشر في تلك الدولة أن يثنون قالوا له صعب صعب وايد صعب والمشوار إليها يعني فيه مخاطر كثيرة إلا أنه قال يجب أن أصل إليها ما دام هناك أناس يعيشون في تلك القرية النائية إذن هناك أناس وصلوا إليها فكيف لا أصلوا إليها فقرر فعلا إيش أن يذهب إليها يقولون فصعد الطائرة وتوجه إلى مدينة اسمها ماناكارا بعد ساعتين من الطيران ومن هناك ركبوا حافلة قديمة لا توجد بها مقاعد حتى استطاعوا أن يبلغوا بعد ساعة قرية نائية أخرى يطلق عليها فيهو بينو فيهو بينو ومن ثم شرعوا في قطع نهر يعجوا بالتماسيح بعد ركبوا نهر يعج بالتماسيح ليشقوا بعد ذلك طريقهم مشا على الأقدام حوالي عشرين دقيقة حتى وصلوا إلى منطقة مستنقعات وصلوا ومشوا في هذا المستنقع لمدة أربع ساعات ومعهم طبعا الهدايا والأشياء والعمال اللي وياهم أربع ساعات في مستنقع مليء بروث الأبقار ريحته نتنة وهم يمشون لكي يقطعوا هذه ما حتى وصلوا إلى تلك القرية التي اسمها مكة القصة فعلا هذه القصة تحتاج إلى تصوير فعلا أنها تكون هذه فيلم يقدم لأبنائنا والأبناء هذه الأمة لكي يعرفوا قيمة هذا الرجل وعظمة هذا الرجل وصل إلى مكة وقد تلوث الثياب هو ثياب كل من معه طبعا بالروث والرائحة نتنة وما إلى ذلك وما أن دخلوا القرية التي لم يزرها إنسان عربي من قبل والتقوا بعيانه حتى دخل معهم الدكتور الصميت في حوار فقال لهم سألهم سؤال قال لماذا أطلقتم على قريتكم اسم مكة فقالوا لأن البلد الذي أتينا منه يحمل هذا الاسم يعني كأن أصولهم من مكة المكرمة فقال لهم أين هذه البلد قالوا في الشمال هو فعلا مدقشكر في الجنوب وشمالها مكة المكرمة فقال لهم الدكتور الصميت هل تعرفون شيئا عن البلاد العربية أو المملكة العربية السعودية قالوا لا نعرف شيئا عنها طبعا لا في كهرباء ولا في تواصل ولا في انقطاع عن العالم قرية نائية فقال لهم هل تعرفون مكة قالوا نعم نعرفها هي في جهة الشمال إنها بقعة طيبة ومقدسة وكان بها رجل طيب ونحبه اسمه محمد ترى ما يعرفون إلا مكة وأن فيها كان رجل طيب اسمه محمد فسألهم الدكتور لماذا تحبون هذا الرجل قالوا نحبه لكننا لا نعرف لماذا نحبه جهل تام بالإسلام انقطعوا عن العالم وعن العالم الإسلامي زين فكل ما نعرفه عنه أنه كان رجلا طيبا يسكن في قرية اسمها مكة سألهم الدكتور قال ما هو دينكم قالوا نحن مسلمون بروتستانت فرد عليهم الدكتور عبد الرحمن الصميد بقوله كيف مسلمون وبروتستانت زين فقالوا أسلافنا قالوا لنا أننا مسلمون فكنا لا نعرف شيئا عن الإسلام ولا نعرف كيف نصلي ونصوم حتى جاء إلينا البروتستانتيون وقالوا لنا لا يوجد فرق بين الإسلام وبين البروتستانت وأسسوا لنا كنيسة وأعطونا الإنجيل لكننا ما نعرف شيء لا عن البروتستانت ولا عن إيش الإسلام يقول الدكتور لم أحاول أن أوضح لهم أن هذا الذي يقولونه خطأ جسيم لأنه ليس من الحكمة أن تخطئ من أنت ضيفا عندهم يعني مبحلوة يقول شلون أدخل معاهم الأسلوب الصائب يقول ثم يقول يعني فبدأت إيش فقلت لهم أنا جاي من دولة الكويت وهي أرض في مكة يعني يقولهم أنا جاي من الجزيرة العربية وأنا من الكويت وتم إرسالي إليكم أنا رسول من قومي إليكم من قبل قومي حتى أسلم عليكم وأطمئن على أبقاركم وعلى زرئكم وعلى نسائكم وعلى أولادكم كان مدخل رائع جميل للدخول على هذه القرية ثم بسط يدي وأعطى هدية لزعيم القرية فكانت عبارة عن ثوب جميل رائع وقال له هذه هدية أرسلت إليكم من قبل أهلنا في مكة استغل الإسم قال ترى أهل مكة أرسل لكم هدية وفرح الرجل بالهدية ثم أردف الدكتور الصميد قائلا أهلك في مكة يؤمنون بإله واحد الآن يريد أن يدخل عليه من قبل أهل في مكة فقال أهلك في مكة يؤمنون بإله واحد هو الذي يحيينا ويميتنا هو الذي يشفينا هو الذي ينزل الأمطار من السماء ليس له مثيل ولم يكن له ولد ولا زوجة ثم أعطاه تمرا قال هذا طعام أهل مكة وهذه هدية قومك ثم استأذن للخروج قال لأ وين بتروح الضيف أنت ضيف عندنا زعيم القرية قال لأ وين بتروح قال لأ لأ نحن الآن وقت الصلاة نريد أن نصلي قال أصلي وياكم فيقول لك فعلمته الوضوء وعلمته كيف يصلي ففعلا قامت القرية كلها قامت إيش فصلك لأول مرة يتعلمون الوضوء لأول مرة يتعلمون الصلاة بهذه الطريقة دخلت هذه القرية كلها إلى الإسلام القرية التي تسمى بمكة في مدقشقر والسبب في ذلك هذا الأسلوب الرائع من الدكتور عبد الرحمن الصميط فعلا هذه القصة والله العظيم أنا أتمنى فعلا أن تصبح فيلم 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 بطولة يقوم بإنتاج طبعا تلفزيون قطر تلفزيون الريان أو أي تلفزيون موجود في الخليج لكن هذه القصة من أروع القصص التي قام بها هذا الرجل العظيم أبو العمل الخيري في الخليج عبد الرحمن بن حمود الصميط عليه رحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر